موسيقى 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 أهلا أحبانا المشاهدين أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديث اليوم عن قوات غير المعتادة وهذه مأخوذة آية من سفر أعمال الرسل إصحاح 19 لما كان بولوس الرسول في منطقة أفسوس اخترت هذه الآية في اليوم شعور هيك بين كتير ناس كأنه الله بعيد عن الإنسان ومش عم نشوف معجزات ولا عم نشوف هيك الآيات اللي بيحكي عنها الكتاب المقدس وكأنه استسلمنا للأمر وخلاص صار الأمر طبيعي ممكن نتكلم عن المعجزات ممكن نتكلم عن الآيات لكن نتكلم عنها بنوع من التمني وليس الإرادة نتكلم عن الآيات ونتكلم عن المعجزات كجزء من الإيمان المسيحي ولكن هذا الشيء كان بالماضي ولربما سيحدث بالمستقبل لكن في صيغة الحاضر بشكل عام كأنه استسلمنا للأمر وكتير مرات منشوف منسمع عن ناس يصابوا في حالات الكورونا في ظروف صعبة جدا أو أمراض خطيرة جدا مثل الكانسر مثلا ومنصلي وبنفسنا وبرغبتنا أنه نشوف الشفاء لكنها تمنيات وإذا تكلمنا عن الإيمان أو تكلمنا على الفعل الحقيقي لعمل يسوع المسيح نوافق عقليا لأنه مدركين كأنه هذا الشيء تم ولكن اختباريا أو قلبيا أنه الآن يحدث هذا الشيء بيظل في عنا حالة مبهمة حالة غامضة وحالة اللي يريت ربنا يسمع إن شاء الله إن شاء الله بتم هذا الأمر أحبائي رح أتكلم عن هذا الموضوع بعد قليل والجزء طبعا بعد الفاصل الأول فيك تتواصل معنا وإذا أنت فعلا عندك أمر مستحيل وإذا حابب تتواصل معنا اليوم الفرصة رح تكون مفتوحة أمامك ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى 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 أهلاً أعزائي المشاهدين برحب بكم مرة أخرى إلى برنامج ليكون نور وهذه الحلقة بث مباشر حديثي عن قوات غير المعتادة وهذه الآيات موجودة في سفر أعمال الرسل إصحاح 19 وطبعاً أنا رح أقرأ بعض الآيات لكن خليني أقول كمقدمة أنه بحسب الكتاب المقدس فيه ثلاث أو أربع حقب تاريخية اللي شفنا فيها هذا النوع من الآيات العظيمة والقوات الخارقة أنا أتكلم كتابياً وتاريخياً بحسب كلمة الله الحقب الأولى أو الفترة الأولى معروف طبعاً عند شراح الكتاب والمسيحيون أيضاً أن هذه الحقبة الأولى كانت أيام موسى موسى تقابل مع الرب على جبل سيناء وعرف عن نفسه أنه هو أهيا الذي أهيا وطبعاً عرف عن نفسه أنه هو إله إصحاق وإبراهيم ويعقوب أيضاً والرب أرسل موسى إلى فرعون وكانت مصر قديماً على قرون عديدة كانت تعتبر القوة العظمى The Super Power في كل مكان وكانت حضرتها فقط أي حضارة أخرى وكان طبعاً يعني من رابع المستحلات أنه أي شخص يهزم هذه المملكة أو يقاوم هذه المملكة أيضاً فالرب الله بعت موسى في هذه الفترة الزمنية والله استخدم موسى كأداة لتأديب مصر المقصود آلهة مصر وأيضاً فرعون وهذه الحقبة كانت تتميز بآيات وقوات وعجائب خارقة جداً منها ضربات العشر على مصر ومنها قيادة الله لشعب إسرائيل في البرية عن طريق عمود نار وعن طريق عمود سحاب وأيضاً أنزل أعطى المن الخبز لمدة أربعين سنة لشعب إسرائيل في البرية وأعطاهم أيضاً الماء وخلال البرية وخلال دخولهم كانت فترة حافلة بالآيات والمعجزات وهذا اندل على شيء موسى كمؤسس للنموس والشريعة كنبي الله ورجل الله كانت دعته مصدقة إلهية من خلال الآيات التابعة ثم أيضاً نرى الحقبة التاريخية الثانية كانت بفترة الأنبياء وهذه الأنبياء كانت بتتميز بفترة إليا النبي العظيم وأيضاً تلميذه أو خادمه أليشع النبي وهذه الفترة كانت برضو في أصعب حقبة تاريخية في أيام موسى كان فرعون في أيام إليا كان ملوك إسرائيل الأشرار ومنهم أشر ملك اللي هو أخاب وزوجته إيزابيل اللي قدمت عبادة البعل والعشتروت في أرض إسرائيل وابتعدت بل ارتدت المملكة عن عبادة الله الحي فالله أرسل إليا وفعلاً بآية عظيمة استطاع أن يوقف السماء لمدة ثلاث سنين ونص ومن خلال صلاة استطاع أن يفتح السماء لكي يطمتر ثم نسمع عن إليا الذي ينزل نار من السماء ويقيم الميت وهكذا أيضاً نرى شبيه المعجزات أيضاً في حياة أليشع خادم الرب فإذن يعني الحقبة الأولى في أيام موسى حتى يثبت الشريعة وفي حقبة الأنبياء حتى يعبر عن فكرة النبوة وعصر الأنبياء كيف أنه الله بيستخدم ويؤيد كلمته بالآيات التابعة وطبعاً الحقبة الثالثة هي خلال خدمة الرب يسوع المسيح والتلاميذ أيضاً إذن نرى آيات وقوات وعجائب خارقة جداً خلال هذه الفترة ودعوني أحبائي أقرأ آية اللي هي بتعبر عن خدمة يسوع بالكامل في إصحاح عشرين من إنجيل يحنى آية تلاتين مكتوب وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذه الكتاب وأما هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه فإذن هذه المرحلة مرحلة العهد الجديد سواء خدمة يسوع المسيح على الأرض وخدمة التلاميذ الله استخدمهم بآيات وعجائب خارقة جداً والآية أحبائي اللي اقتبستها في بداية الحلقة في أعمال الرسل إصحاح تسعة عشر ودعوني أقرأ من آية عشرة وكان ذلك مدة سنتين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في أسية من يهود ويونانيين وكان الله يصنع على يدي بولوس قوات غير المعتادة قوات الغير معتادة غير المعتادة حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم أحبائي هاي الحقبة اللي تميزت وأعطت شرعية ومصداقية ليسوع المسيح ليس فقط التعليم أو المعجزات الخارقة ولكن معجزة المعجزات هي قيامة يسوع من الأموات وهو حي إلى أبد الآبدين وهذا يعطي مصداقية لدعوة المسيح أنه المسيح المنتظر وتؤكد مصداقية المسيح في تصريحاته المباركة عندما قال أنا هو وتثبتت هذه الآيات طبعا هذا الكلام بالآيات التابعة ابقوا معي سأواصل حديثي بعد هذا الفاصل اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ومعجزات وآيات المسيح كانت متميزة كانت خارقة جدا ومعجزات المسيح ممكن نتكلم عن أسباب عديدة يمكن هذا أكتر بيجي في برنامج المعجزات اللي عم نرتب له لكن خلينا أقول باختصار شديد معجزات المسيح حتى يظهر حنانه وأنه كان فعلا كمباشنة كان بيتحنن على الناس نابعة من قلبه المحب وحنانه ورحمته أيضا معجزات المسيح كانت دائما دائما وبشكل مستمر حتى يومنا هذا ليقابل الاحتياجات البشرية فمعجزات المسيح لم تكن لإظهار معين ولا أمور يعني بس مجرد حتى يثبت نفسه لا كانت دائما لخير ومنفعة الناس شيء آخر أحبائي في معجزات المسيح حتى يعني دائما يعلم معجزات المسيح أو آيات المسيح دائما تستحب بتعليم أو حقائق روحية حتى يعطي بعد روحي عمق روحي تفسير روحي للأحداث أن هذا البعد الروحي أعظم من المعجزة نفسها يعني دائما وبالذات بتشوفها في بشارة يحن دائما بتشوف أنه فيه بعد روحي للمعجزة مثلا المسيح قال أنا هو نور العالم وعلى طول بتشوف معجزة فتح عيون الأعمى وعم بيتكلم عن البصيرة الروحية وهذه واحدة من مواصفات ومميزات وخصائص المسيح بحسب نبوات العهد القديم أنه فقط المسيح الذي يفتح العيون لأنه فتح العيون هو دلالة على الخلاص وعندما قال يسوع المسيح أنا هو خبز الحياة مقارنة لما تكلموا أن موسى أعطانا المن تكلم أنه الله أعطا كل من بس أكلوا المن وماتوا لكن تحدث عن نفسه أنه الخبز الحي الواهب حياة يعني فإذن المسيح أعطى التفسير والعمق الروحي وهكذا في كل معجزة التي تسمى آية في بشارة يحنى بأكد كل التأكيد أن هذه الآية لها بعد روحي وعمق روحي حتى يوصل البشارة حتى يوصل الرسالة حتى يعطي تفسير روحي وبعد روحي لهذا الموضوع شيء آخر أحبائي المعجزات والآيات هي كانت يعني بمثابة الكفاءة الكريدينشلز كالمسية أنه فعلا تمت هذه الآيات وهذه النبوات في شخص المسيح وتثبتت مصداقية المسيح ودعوة المسيح المتميزة والفائقة ولسيما قيامة يسوع المسيح من الأموات واللي بميز معجزات المسيح أنه هذه المعجزات هو قال وهذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسمه يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون وفعلا الرسل اتبعوا نمط وأسلوب المسيح بإتيان الآيات والعجائب مما أكد الكفاءة أنه دعوة المسيح ومصداقية المسيح حقيقة في حياة التلاميذ وهذا الشيء المهم يعني النقاط المهمة اللي عاوز أتكلم فيها من خلال ما حدث مع التلاميذ إذ أن حياة الآيات والمعجزات والبينات الخارقة والآيات العجيبة استمرت في حياة تلاميذ المسيح لأنهم امتلأوا من روح المسيح وكانوا يجلون يتمموا تعليم المسيح لكن مؤيدة بالآيات التابعة كما قرأنا في أعمال الرسل إصحاح 19 أحبائي هذه الرسالة لها مصداقية عظيمة جدا في حياة خدمة يسوع وأيضا في خدمة التلاميذ دعونا أخذ مكالمة من المغرب أهلا وسهلا أخ زكريا أنت معانا على الهوى تفضل سلام ونعم معاك أخ زكريا حبيبي الرب يباركك شكرا أخ زكريا أخ زكريا اللي جاب الشريعة النموس وفي أيام الأنبياء استخدم إليا وأليشة حتى يثبت خدمة الأنبياء ومنشوفها في خدمة الرب يسوع والتلاميذ اللي أعطت شرعية أعطت كفاءة أعطت مصداقية لدعوة المسيح وطبعا الأنبياء من قبل فشورك يعني كيف ممكن نعرف أي نبي أو أي شخص بحاول يأتي في دين أو في أي كلام لازم يكون مثبت ومصدق على الأقل لتابعيه يعني معاصري في تلك الأيام وأيضا يكون ماشي يعني بتسلسل وتناغم وتوافق وانسجام مع نفس الرسالة عبر صفحات الكتاب المقدس لكن حضرتك أخ زكريا طالما أنت من المغرب من خلفية إسلامية عندما تسمع هذا التعليم شو اللي بدور في ذهنك في هذا الواقع أيوة لأن الكتاب المقدس هو بسط يعني مجيء ربي يسوع المسيح ومجيء كتاب المقدس هو من عيد الضحر مالبقا هو كتاب الشيطان يعني هو هو كتبه محمد ليقم سرقه البشري جمع أما البيت المقدس ومن الله وليك نبقا مليء رب صعي المسيح والله الله نظم على نفس المدق وقد جاء رب أسيط وقد جاء الملاك في مريم العطاء في ملاك رب العمني رب يسعني كحنا وكل رب يسعني وعني أم 1000 مدقس وقد جاء مدم وقد جاء المقدس وقد جاء مهدقا في مقدس وبدازون وفاهد Anthony وقد جاء مجدد في ملاك وقد جاء المالك الفلوس وقد جاء مهدقا في أكثر سياطة ويأتون في هذه الأيام لدينا سرحة واحدة وفرسة سياطة التي أتفاقها في سنة وفي ذلك العادة للجنائز في سنة الأرى سيارة يخرجون سياطة من السيات ويسخلينهم الأمراض وذلك أترى أن يكون الأمراض ويصون الناس كذلك ويصون في الأفضل ويصدقهم في الأسفل ويصدقهم في الأقل ويصدقهم في الأسفل تلك الأسفل ويصدقهم في الأقل أخي ذكرية صوتك عم بقطع من فضلك يعني يمكن تقرب على السماعة أكتر أخي ذكر أنا أم المتحدة على رباع الترمية والماري ومدد ترمية من المقدس في المدان يعني دائما 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 راضي يعني وكذلك وداري سوق وداري سوق المقدس وتعالي وتعالي المقدس ومدد العرض في المدان كيف يتعالي صحيح يعني ورابطنا بأخير تعالي في المداني يتعالي حبيبي أخ زكريا أخوي الصوت يقطعي أخ زكريا بس أنا بشكرك يعني هي مداخلتك فعلا وصلت لكن الصوت ابتدأ يقطع فأنا بشكرك من فضلك أخ زكريا دائما تواصل معنا ومنحب نسمع منك وعلى فكرة أخوي زكريا احنا منصلي من أجلك ومنصلي من أجل كل إخوتنا وأحبائنا في شمال أفريقيا وأنت على فكرة زكرتني بشيء كتير كتير مهم عاوز أكرره كمان مرة الرب لما يعني تكلم مع يعني بروح النبوة مع الشعياء النبي وكان الرب يكلم ملك قديم اسمه الملك أخزية فيعني عم بقوله يعني أطلب لنفسك آيا فهو قال يعني حاشا أنه أجرب الرب فالرب يعني عم بقوله هو قليل أنه تطلب آية وهل الأمر يعني فعلا هو مستحيل على الرب أنه يعمل أي شيء فعن بكلم الملك أحاز آسف فعن بقوله عم يعني إلهك حي عم الطلبة بعدين بقوله ولكن يعطيكم السيد نفسه آية وهاي الآية طبعا المسيح آية هالعذراء تحبل وتالد ابنا وتدعو اسمه عم نؤيل الذي تفسيره الله معنا فالمسيح معجزة المسيح آية بشكرك مرة تانية أخوي زكريا أحبائي صنع المعجزات كان واحد من البراهين المهمة لإثبات رسوليتهم مثل بطرس وبولوس والرسل أنه فعلا أخذوا من روح المسيح وصدق دعوتهم مثلا خليني أقرأ من رسالة بولوس الرسول إلى أهل روميا إصحاح 15 وخليني من آية 18 لأني لا أجسر أن أتكلم عن شيء مما لم يفعله المسيح بواسطة لأجل إطاعة الأمم بالقول والفعل بقوة لاحظ بالقول والفعل بقوة آيات وعجائب بقوة روح الله حتى أني من أورشليم وما حولها إلى الليركيون قد أكملت التبشير بإنجيل المسيح وفي كورونتوس الثاني إذا بتلاحظوا معاي في آية شبيهة الرسول بولوس عم بدافع عن رسوليته لدعاة التهويد وعن بقول أحبائي في آية إطنعش إن علامات الرسول صنعت بينكم في كل صبر بآيات وعجائب وقوات وطبعا الآيات المعروفة في إنجيل مرقص إصحاح ستعش بقول وهذه الآيات تتبع المؤمنين وفي عبرانيين إصحاح اثنين خلينا أقرأ آية ثلاثة وآية أربعة فكيف ننجو نحن إن أهملنا خلاصا هذا مقداره قد ابتدأ الرب التكلم به ثم تثبت لنا من الذين سمعوا شاهدا الله معهم بآيات وعجائب وقوات متنوعة ومواهب الروح القدس حسب إرادته فلاحظ هاي الخدمة الرسولية كانت مؤيدة بالآيات التابعة شفناها في إنجيل مرقص في رسالة روميا في كورونتس الثانية في عبرانيين إصحاح اثنين طبعا وهاي كلها تأكدات إنه أي خدمة أي دعوة أي رسالة أي إرسالية جديدة دايما مصدقة بالآيات والقوات والعجائب أيضا ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل القصير موسيقى موسيقى أهلا أحبائي قوات غير المعتادة أخذت الفكرة من رسالة أفسوس أو كنيسة أفسوس اللي كان فيها بولوس الرسول في رحلته التبشرية التالتة ومكث فترة طويلة وبقول لكتاب وسمع كلمة الرب جميع الساكنين فئاسية من يهود ويونانيين وكان الله يصنع على يدي بولوس آيات غير المعتادة في المعتاد وفي الغير معتاد في الأمور العادية وفي الأمور الخارقة ولاحظ دايما بإرسالية يسوع المسيح دايما خدمته الخدمة فيها أمور خارقة المسيح نفسه قال بدوني لا تقدرون أن تفعلوا أي شيء وأيضا يعني قال يسوع أعمالا تعملون بل تعملون أعظم منها لأني ماضي إلى أبي وعندما امتلأ التلاميذ من الروح القدس ابتدأوا يعملون نفس أعمال المسيح بروح المسيح كانوا بيعملوا أمور خارقة أمور عظيمة جدا أفسوس أحبائي كانت مركز ديني كانت مركز سياسي كانت مركز تجاري كانت عاصمة الرومان في آسيا الصغرى كانت تعتبر بوابة آسيا وكانت تعتبر بنك آسيا من ناحية مادية أو مالية لكن أفسوس كانت أيضا مركز بل مرتع البدع والهرطقات هناك وهي بتشوفه في إصحاح 19 بتشوف منها عبادة الإلهة أرطميس اللي هي بنت زوس وبتشوف الأعمال السحرية والتعويذ السحرية كانت مشهورة في السحر والعرافة أيضا يعني بكلمات بسيطة الرسول بولوس أظهر سلطان المسيح على الأرواح الشريرة في عقر داره يعني هاي البلد اللي كانت يقولوا عنها مستحيل بلد العرافي بلد السحر بتذكرنا في سحرة مصر قديما في أيام موسى بعدين وصلوا لدرجة قالوا يعني هذا إصبع الله يعني مش راح نقدر على الله وهاي الآية استخدمة يسوع بإصبع الله أو بروح الله أخرج الشياطين بنشوف نفس القوة الله بيستخدم الرسول بولوس في عقر داره للشيطان في مركز الشياطين والسحر وبتعرف أحباء اللي بيدرس العهد الجديد كلما اقتربنا لمجيء المسيح بتشوف أنه هذه الأعمال راح تكثر وبتشوف الشر مع أنه منمق مهذب مزين بياخد أشكال مختلفة يعني مثلا الإجهاد عندك ملايين 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 من الناس أو الأطفال اللي ماتت من خلال الإجهاد وخطايا كثيرين اللي قالوا لالله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لا نصر فإذا الله بيستخدم أولاده بيستخدم بناته ومرات إحنا محتاجين في عقر الضار محتاجين يعني نستل السيف الروحي طبعا كلمة الله ونقيد القوي وننهب الأمتعة كما يقول الكتاب المقدس وأنه بسلطان المسيح وبقوة دم المسيح نستطيع أن نخترق النفوس وأن نشجع ونعزي النفوس أنا حبيت أتكلم بالموضوع اليوم الناس عم تنظر للكورونا كأنه شبح كأنه إله كأنه خلاص يعني استنفذت كل الطاقات وكل الإمكانيات وأن عاوز أقول لما الكنيسة بتتوحد ولما الكنيسة بتصلي رح نشوف هذه الأمور الخارقة رح نشوف الأمور العجيبة جدا وهكذا أحبائي خدمة بولوس أظهر النور في وسط الظلمة الحق أمام الباطل كان دايما في مقاومة أو من التزييف وهي يعني الرب يسوع لما أعطى مثل الزوان القمح والزوان الشيطان بيزرع زوان وخدمة المسيح لابد أن يكون فيها كوبي كوبي مزيفة نسخة مزيفة سواء في دين سواء في ارتقاط سواء في بدع حتى يضل الناس حتى يبعد الناس ومكتوب أنه لا عجب أنه الشيطان بيظهر كملاك نور والرسول بولوس يتكلم حتى بيحذر المؤمنين بيحذر المؤمنين مؤمنين كيرونتوس أخاف عليكم أنه كما خدعت الحية الشيطان يعني كما خدعت الحية حواء بمكرها هكذا تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح فإذا أنا حبائي اليوم ممكن تشوف بدلات وممكن تشوف كل أنواع الجمال لكن بيحملوا الشر مستطير وقوات يعني شريرة فاسدة إما من خلال الدين من خلال السياسة من خلال الحياة الاجتماعية التواصل الميديا كل هذه الوسائل التي اخترقت بيوت كثيرة واخترقت كنائس كثيرة وكثير من الكنائس أسف أقول صار في حرب استنزاف الطاقة يعني نركز على مشاكلنا بدل أن نواجه العدو عم عايشين بس يعني من لملم أحوالنا ومن طبب جراحاتنا ومش عم نقدر نفكر بفكرة نبوية رؤوية أنه نخترق الأجواء الروحية وأنه بنعمة الرب نصل للعالم حولنا بغض النظر أنا قوم أضعف مؤمن أقوى من كل أبالسة الجحيم الشخص اللي بيتكل على الرب الشخص المتواضع الشخص اللي فعلا بعيش تحت سيادة الله تحت سيطرة الروح القدس رح تشوف أمور خارقة أمور عجيبة جدا تعرفوا بطرس في السامرة بتشوف أنه يعني واجه التزييف الساحر اللي واجهوا نفس الشي بولوس في بافوس في جزيرة قبرس في أعمال الثلاث نفس الشي واجه الأعمال السحرية وكان يقومه والرب كان يستجيب هذه الصلوات لأن قوة المسيح في داخلهم قوة الرب موجودة فيهم هل انتهت هذه الأيام أحبائي ألم يقل الكتاب يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد ألم يقل الكتاب يسوع بيتكلم أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء ألم يقل الكتاب عن يسوع هو هو أمس واليوم وإلى الأبد فإذن طالما المسيح حي طالما موجود رح نشوف أمور المسيح الخارقة والآيات تتبع الكلمة وهي صلاطي لكل مؤمن أنه فعلا تستخدم سلطان المسيح في حياتك لكن هذا بيجي عن طريق اعتراف عن طريق توبة الأول وفعلا حتى نشوف يد المسيح تعمل في هذه الأيام خليني أخد مكالمة من الأخت نهال من إنجلترا أهلا وسهلا أخت انت معانا على الهواء أهلا بك حضرت الأسيس ربنا يبركك ويبرك كل اللي بتقوله أنا هدخل في الموضوع على طول نفسي أسأل سؤال بخصوص القوات غير المعتادة أنا مش هتكلم على مقاذر بولس أو ظل بطرس اللي كان بيشفي لكن عادي أقول إزاي كانت الكنيسة جنيلة والرب بيصنع معجزات على أيدي الرسل طب ليه نشوف معجزات في الكنيسة حاليا بالرغم من أنه الكتاب يقول مجد البيت الأخير هيكون أعظم من مجد البيت الأول وأكيد العيب مش في الرب يسوع لأنه هو لا يتغير أمس واليوم وإلى الأبد فإيه العيب وإزاي نتغلب عليه عشان نشوف آيات ومعجزات نمجد بيها الرب يسوع ورب ربنا يباركك شكرا كتير على سؤالك أخت نهال وفعلا هذا السؤال ليس بس الأخت نهال بتسأل فيه كتير ناس محتارة في هذه الأيام هو الرب وينه هل الرب موجود على فكرة فيه معجزات فيه معجزات كتير في كل مكان إذا أنت مش شايف المعجز معناته مش الله غير موجود صدقني بأفريقيا بتسمع عن معجزات في كوريا الجنوبية في جنوب أمريكا عم نسمع الظاهر أنه في مناطق معينة في العالم المناخ الروحي المناخ الروحي ملوث يعني محتاجين نصلي محتاجين نصلي يعني أنا تذكرت قصة دانيال لما صلى يعني رئيس مملكة فارس بيتكلم بالعالم الروحي في الأجواء الروحية يعني الله بيسمع الله بيستجيب بس محتاجين فيه كتير يعني الخطيس تشرة وتفشت في كل أنحاء البشرية لكن لاحظ لما احنا بنتكلم على أعمال تسعة عشر أحبائي أول شيء يعني في بداية الإصحاح بيتكلم عن بولوس بروح لمنطقة أفسوس وبشوف اتناعشر تلميذ ليحنم المعمدان وكان سؤاله هل قال لهم هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم قالوا له ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس فقال بماذا اعتمدتم بمعمودية يحنى فهو ابتدى يشرح أن معمودية يحنى كانت للتوبة أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده أي بالمسيح بعدين سمعوا واعتمدوا باسم الرب يسوع ولاحظ لما وضع بولوس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم فطفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون وكان جميع الرجال نحو اثني عشر يعني اثنى عشر شخص فإذا في الإيمان المخلص يعني بدك تشوف بدك تستخدم اسم يسوع لازم تلتصق تتحد في شخص المسيح تكون في علاقة حية مباشرة مع يسوع المسيح وهذا يأتي عن طريق الاعتراف التوب عن خطيطك التوب المقرونة بالإيمان في شخص الرب يسوع المسيح وتمتلئ من الروح القدس وعندما تمتلئ من الروح القدس هذا الروح القدس بيقودك بوجهك نحو الأماكن المحتاجة للتبشير ومحتاجة للروح لاحظ من القراءات اللي قرأتها عن بولوس مش بس كانت مؤيدة لرسوليته كمان الروح القدس كان يؤيد بولوس لأنه كان بيقوده وبحركه من مكان إلى مكان في مرة الروح القدس منع بولوس يتكلم بالكلمة في آسيا وجهوا لأوروبا لكن برضو في الرحلة التالت التبشيرية التالت رجع لآسيا فيه توقيت إلهي لكن اللي عاوز أقوله أحباء مهم جدا الإيمان المخلص لاحظ في كورنتس الأولى إصحاح 12 آية 13 لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد ويستمر قائلا وجميعنا سقينا روحا واحدا فإذا الروح القدس مثل ما بقول رومية يسكن فينا ونمتلئ من الروح ويزيد هذا الامتلاء لما نمتلئ من الروح القدس بوضع الأيادة الله بيستخدم بقوة غير عادية في عمال تمانية مكتوب حينئذ وضعا الأياد عليهم فقابلوا الروح القدس شو الآيات أو شو هي آيات الغير معتادة كانوا يأتون بالمنديل والمآزر يعني بس يجيبوا المنديل ويحطوه على جسد بولوس كان يشفو وكانت الأرواح الشريرة تخرج إيش هاي الآيات العظيمة اللي بيتكلم عنها الكتاب المقدس كان ظل بطرس يشفي الناس حتى في خدمة يسوع جاءت المرأة النازفة الدم وقالت إن مسست هدب ثوبه فقط شفيت فإذن هذا هو عمل الرب يسوع المسيح نستطيع أن نغير الأزمنة والأوقات في الصلاة نستطيع أن نرى أمور خارقة عجيبة تعرفوا في يعني بقول الكتاب في أيام موسى لما صلى في خروج 34 أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض وفي رسالة أرمية أو في سفر أرمية يقول أدعني أرمية 33 3 أدعني فأجيبك وأخبرك بعضائم وعوائص لم تعرفها تعرف أحبائي بقول النبي أيوب الفاعل عضائم لا تفحص وعجائب لا تعد الرسول بولوس قال والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور رح أواصل الحديث وإذا في أي شخص يحب يتواصل الفرصة مفتوحة سأعود بعد هذا الفاصل هل تشعر اليوم بالوحدة؟ هل عندك مشكلة عائلية؟ لربما تمر بأزمة صحية أو تحدي مادة شديد فريق الصلاة والمتابعة في غدمة نور جميع الأمم على أتم استعداد أن يقف معك ويساندك ويصلي معك ومن أجلك ويجيب على أي تساؤل أو استفسار لديك لا تتردد ارفع سماعة التلفون الآن واتصل بنا على الأرقام التالية من جميع أنحاء العالم 1-905-335-1534 أو على الرقم المجاني 1-800-280-3288 من أمريكا 301-551-7642 من مصر 0122-026-6607 من لبنان 7-70-188-412 من المغرب 067-960-0709 من الجزائر 055-460-2031 من أستراليا 2-800-557-45 من فرنسا 1-76-640-1295 من إنكلترا 2-03-002-5921 أو اتصل بنا مجانا على skype lfam.nore أو يمكنك الاتصال عبر الواتساب والفايبر على الرقم التالي 1-905-281-442 أو أرسل لنا رسالتك على الإيميل www.lfan.com كما نشجعكم على زيارة موقعنا على الإنترنت www.lfan.com ولا تنسوا متابعتنا على صفحتنا بالفيسبوك وكذلك قناتنا على اليوتيوب وفي انتظار تعليقاتكم ورسائلكم والرب يبارككم أهلا أحبائي كثير ناس عم بيتكلموا عن الجائحة اللي اجتاحت هذه الأيام الكورونا وفي دول عديدة في معظم أنحاء العالم بيتكلموا عن الموجة التانية لنفس المرض وكأنه يعني مش كفاية علينا إلنا ستة شهور في هذا الوضع الصعب والتحدي اللي أمامنا فعم نسمع على موجة تانية لهذا المرض عم بتتكرر فالعاوز أقوله إنه إلهنا هو إله الآيات إله المعجزات وإنه نصلي من أجل معجزة إنه الله يبطل هذا المرض وينتهي بالكامل فأنا عاوز أحط تحدي أمام جميع المشاهدين يعني شو رأيك إن أخذ خمسة عشر يوم يعني بالعهد القديم كانوا الأنبياء يجمعوا الشعب كله ويرفعوا صلاة واحدة بقلب واحد بنفس واحدة كراجل واحد هذه الوحدة الحقيقية أجمل تعريف للوحدة فشو رأيكم طالما إحنا صعب نتقابل في أماكن بسبب الحواجز طبعا لازم نخضع للسلطات والتعليمات الطبية أيضا بس أنا عاوز أحط أمامك تحدي وعاوز أكبر عدد ممكن من اللي بشاهدونا إنه يبعتوا رسالة سريعة يقولوا أنا معاك في الصلاة التحدي وهكذا حتى منتصف أكتوبر منتصف أكتوبر بشكل يومي يوميا نأخذ خمس دقائق نصلي ضد هذا المرض نصلي من أجل الشفاء ونصلي أيضا من أجل الحماية خمسة عشر يوم حتى منتصف أكتوبر ابعت رسالة صغيرة أقول أنا معاك في الصلاة خلال الأسبوعين يوميا أتعهد هذا تعهد أتعهد أن أصلي يوميا ضد هذا المرض حتى الرب فعلا يعطينا فرصة أنه نتحرك بالخدمة وأنه نشوف مجد الله يرجع على أراضينا وبلادنا أيضا خليني أخذ مكالمة من أبو مهند أهلا وسهلا أبو مهند أنت معانا على الهواء تفضل السائل خير مساء الخيرات أهلا وسهلا أبو مهند تحية محبة وتقدير واحترام لأخي الحبيب شكرا شكرا جزيلا أبو مهند رضا إلهي اذهب كل خبزك بطرح لأن الله منذ جمال قد رضي عملت هذا ما يوطينا به كاتب شفت الجامعة لكشب رضا الله لأنه تبق وقبلنا كما نحن في شخص النتيح المبارك لهذا يجب علينا أن نعيش بفرح نعم الإنسان المخلص بالطبيعة يعيش في رضا لأنه بلا رجاء لكن المسيح الحقيقي يعيش في رضا الله الدائم لأن حياته العبدية مضمونة في شخص الرب يسوى المسيح معي يسوع بأمان أذهب حيث ما يفوتني لا أرغم إن قلب دونه يكتئب معي يسوع بأمان أذهب إن كانت الحياة طويلة أم قصيرة فكمالها منور بما هو أدبي فيها وشكرا لأخ عزيز نزار شهيد شكرا جزيلا أبو مهند ربنا يباركك وربنا يحميك وبشكر الله اليوم ما كان الخط منقطع أبو مهند فاسمعناك بشكل واضح ربنا يحميك ويحمي أسرتك أيضا أحبائي رسالة الله غير محدودة كما أن عمل المسيح غير محدود وكلما اقتربنا من مجيء المسيح ثانية لابد أن نواجه كل أنواع التحديات يعني حتى بيتكلم عن الأوبئة كمبتدأ الأوجاع بكلمة الرب سواء في إنجيل متة أو الأنجيل الأخرى لكن أحبائي هذه البشائر في الإنجيل المقدس اللي بتتكلم عن مبتدأ الأوجاع هي مش للإنسان يحدد الوقت لأنه هذا الوقت لا يعلم به أحد إلا الآب فإذن أنا بدعو كل شخص أنه في هاي المرحلة نفحص أنفسنا في ضوء كلمة الله ومن خلال مصباح الروح القدس من خلال نور المسيح إن كان في طريق باطل إن كان في ظلمة معينة إن كان في خطية غير معترف بها ما هو عشان نشوف مهضة عشان نشوف انتعاش عشان نشوف الزيارة إلهية عشان نشوف افتقاد إلهية الأمر بيبتدي فينا أولا كشعب الرب بيبتدي فينا بالتوبة والرجوع إلى الله وفعلا يعني ليبكي الكهنة أمام المذبح كما يقول النبي يؤيل محتاجين كقيادات إحنا بالأول نتوب إحنا بالأول نعترف للرب إحنا بالأول نغفر إحنا بالأول نؤمن بمجد الرب ونؤمن بعمل الرب ونؤمن بقيادة الرب ونؤمن إنه الله حي قادر إنه يعمل أمور خارقة وكان الله يعمل على يدي بولوس آيات غير المعتادة مناديل مآزر ظل بوتروس يعني طرق وسائل متنوعة صحر بكلمة وحدة كانوا يفحموهم يسكتوهم يعموهم لأنه كان سلطان المسيح موجود فيهم أحبائي إحنا يعني إذا التصقنا بالمسيح لنا سلطان المسيح نستطيع أن نستخدم اسم الرب يسوع وإحنا كمان محميين بدم المسيح أنا بصلي اليوم فعلا في ناس فقدوا أشياء كتير خلال هاي الفترة فيه زروف أسرية عائلية حتى صارت المشاكل أكتر والمشاكل العائلية والنفسية قاعدين ست شهور أمام بعض فصاروا ينفشوا في بعض فإن صلي هيك الرب يجيب فرح وسلام للبيوت لكن للأسف بسبب هذه الجائحة صار فيه طلاق وانفصال ومشاكل كتير من صلي هيك سلام المسيح وفرح المسيح والروح يغمر كل بيت ويملأ كل غرفة وفعلا هيك الرب يفتقدنا بنهضة بانتعاش يقول الكتاب وإن أرسلت وبأ على الأرض فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسم عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طروقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم الله أحباء متخصص في الأمور الخارقة مثل ما قرأت باختصار قال لموسى أفعل عجائب لم تخلق في كل الأرض مثل ما قال لأرمية أدعني فأجيبك وأخبرك بعظائم وعوائص لم تعرفها أيوب الفاعل عظائم لا 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 تفحص وعجائب لا تعد وهكذا أحباء الله بيعطي بقوة يعني بقول يعني حتى بتكلم في ملاخي لناس اللي بتعطي لعمل الرب بيملأ ينتهر الآكل من أجلك حتى توسع ويفيد عليك بركة لا توسع يعني أمور خارقة من تسديد الاحتياجات الناس خايفة ومتمسك بالمصار كأنه انتهى كل أمر بالعكس وعد الرب بفيد عليك ببركات لا توسع يعني صعب تستوعبها وإذا انت بتفتقد للسلام بقول وسلام الله العجيب يعني سلام الله العجيب يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع وإن كان يعوزك الفرح بقول فرح لا ينطق صعب تعبر عنه لا ينطق به ومجيد وكمان بقول كي يعطيكم أن تتأيد بالقوة بروحه في الإنسان الباطن في آية 16 من أفسس 3 في آية 20 والقادر أن يفعل فوق كل شيء أكثر جدا مما نطلب أو نفتكر بحسب القوة التي تعمل فينا له المجد في الكنيسة إلى جميع أجيال دهر الدهور آمين فإذا نحب الله شغله بالأمور الخارقة من أنت أيها الجبل أمام زر باب التسير سهلا إن كان له إيمان مثل حبة خردل يقول لهذا الجبل انتقل فينتقل هذا هو عمل المسيح عاوز أخد مكالمة سريعة من محمد من المغرب طيب لسه مش جاهز منرجع لك أخ محمد مرة تانية عاوز أقول أحبائي أنه شغل الله في الأمور الخارقة في الأمور العجيبة ما تحدد الرب كل هذا الجبل انتقل لهذا الجميز انقلع وانغرس فتطيع وهكذا يعني ومهما طلبتم حينما تصلون فآمنوا أن تنلوه فيكون لكم ولكن ليطلب بإيمان غير مرتاب البتة حبائي خليني أجيبها من الآخر كلنا محتاجين نرجع للرب محتاجين نعترف بخطايانا بأثامان أثامنا وانتوب عن خطايانا بسبب سنين القحت والسنين اللي أكلها الجراد والربك يجيب تعويض لحياتنا محتاجين ننتوب أمام الرب ونسترجع ثقتنا وإيماننا في الرب ونطلب أنه فعلا مجد بيته الأخير يكون أعظم وقدرته تظهر بشكل واضح في هذه الأيام من هو المرض أو الكورونا أو الكانسر أو أي صعوبة أو أي ظرف سواء سياسيا دينيا اجتماعيا في اسم الرب يسوع المسيح القادر أن يفعل أكثر أحبائي بقدرة المسيح بعمل المسيح بقوة الإيمان بقوة الإسم بقوة الروح القدس أنا بدعوكو اليوم كل واحد يبتدي بنفسه قل لي يا رب نجني اللهم ارحمني أنا الخاطئ طهرني من كل خطية تعال اعترف أمام الرب خطياك قل لي يا رب أنا بتوب عنها وأنا اليوم بتوج يسوع الملك والرب والسيد والمخلص على حياتي صليها قل لي يا رب املأني بالروح القدس أعطيني النعمة وأعطيني القوة أن أشهد عنك بجسارة بجرأة بجهارة مش بحكمتي ولا بقدرتي لكن بحكمة وقوة الروح القدس نشوف نفوس ونشوف نهضة ونشوف بركة في هذه الأيام ونشوف هيك مجد الرب يعود لبيوتنا مجد الرب يعود لكنايسنا ألا تعود أنت فتحيينا فيفرح بك شعبك هذه صلاة اليوم ربي باركك اشتركوا في القناة